احنا امام حوار مع نفس الحاضرة والخوة النفس الإنسانية الإنسانية الشفيتة وكمان فيه حوار مع الروح الروح المفيتة بينا أو الروح في الحياة الأخرى هناك تصور للروح عن ما هي الروح وتعرفها لا فيه تصور في المجموعة وخصوصا في الجزء التاني عن ما هي الروح اللي هو همس الأرواح وفيه كمان هم ازاي هتفارقنا هذه الأرواح وما بعد هذه الأرواح في الجزء الأول نستالجيا وحنين من الماضي يعني شعب بزود فيه عن متفق مع كل الكلام نتقال في الجزء التاني عن ما هي الروح وكيف تصعد الروح وماذا بعد الجسد يعني فيه ايه يعني مثلا كمزحة كفيفة تصعد الروح إنه هو تمرين بسيط هقول لكم الجمبتين اللي تقالوا وهقول لكم حاجة حصلت طيب هقول الحاجة المحمول المليدي هو معروف إنه هو أستاذ ممثل في الصنع هقول لك نص دي مع عمر الشريف في فيرما يوم بيقول إن الدنيا دي عجيبة جدا الإنسان يصحى وينام يصحى وينام يصحى وينام ويشخر كان بيمثل دوري من واحد دي موح من الجسد فما عليك أن تضع تصورا لروحك وهي تصعد حيث تستطيع أن تراها وتراها وتراها وتحديثها وتحديثها نفس الشيء برضو أو شيء في القصة اللي بعد كده كل ما عليك أن تموت نفس الإحساس نفس العلم الآخر نفس الحوار مع الروح كنت كتبت ولغيت الكلامة والمدخلة اللي هو كيفية خلق المدهش من العالم يعني هو عنده المكاتب عنده براعة شديدة جدا حقيق خلق إزاي أقلق من الحاجة العادية جدا كلون بيزارجن عادي بتحصل مع كل واحد فينا إزاي يخلق العالم كل ده والدهشة يعني خلق الدهشة من العالم صورة واحد وهو ماشي في الخلفية سيد عبدالخالق وهو بيسحب نفسه من الكادر صورة عادية جدا محنا كلنا بنتصور وواحد بيمشي عمل منها إزاي الحالة الجميلة دي وهو أتريه كان بيمهد لنفس الشيء في قصة مثل واحد آخر فيجعل العطل في الكلون يفتح عالم من التخيل عالم رحم مدهش ويفتح دلالات وطبعا تقنيات وفلاش باك والكلام ده كله ولكن أنا هنا هتكلم في نقطة واحدة بس هنا يمكن يرى البعض إن هو بيستخدم بريخت ولكن أنا ما شفتوش بريخت اللي هو قصر الجهاني أنا بالعكس ألا شوف زي ما فيه مسرح جوه مسرح هنا فيه قصة جوه قصة هنا فيه سرد جوه سرد إيه اللي بيحصل لما يبقى سرد جوه سرد أو قصة جوه قصة أنت بيبدأك بإنك أنت تصدق الممثل ده اللي هو البطل قصدي اللي هو هيموت بكرة تاني يوم ده ويخليك يتبالور تفكيرك كله يخليك مركز إن هو ده القصة لكن في المقابل يخليك ما عندكش لحظة شك في إنك إنت تصدقه طول الوقت في كل اللي فات يعني كل يعني إنت همك كله في القصة دي لكن هو أقنعك إن جاره سلافي وأقنعك إن والدته مش عارفية وأقنعك إن مجد حسين ما عندهش تلفزيون إنت مش هتفكر في كل ده فلما يبقى فيه سرد جوه سرد فانت بتركز في الحكاية اللي هو عايز أحكيها اللي بيقولك إن ده قصة وأنا اللي بحك اللي هو كمان حمل حاجة تاني الراوي نفسه خفز جوه السرد وبقى هو شخصية شخصية في العمل السردي في متن السردي نفسه فده من الحاجات اللي هي يعني في صراحة عجبتني مش هتقول أبتر من كلا وفي كلام كتير كنت أحب أقوله بس شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا جزيلا جزيلا